ودي أسألك عن الحدث اللي فجأة استيقظنا في الصباح الباكر منذ أيام قليلة ووجدنا أن وكالات الأنبا تتحدث عن استحواذ الإمبراطورية تكلم عن مايكروسوفت عن واحدة من الشركات الناشرة للألعاب اللي هي أكتيفجن بمبلغ فلكي وصل إلى 70 مليار دولار تقريبا الأمر الذي أحدث هزه في عالم المال والأعمال وربما أيضا في عالم الألعاب الإلكترونية صحيح مثل هذا الاستحواذ كيف تقرأه بصورة مستقبلية وأنتم تتقاطعون بشكل أو آخر مع مثل هذا المسار طبعا هذا يعطي انطباع مهم جدا على مستقبل القطاع بشكل كامل اليوم بشكل عام يعني لو نتكلم اقتصاد والشركات المدرجة اللي هي في مستوى تريبل أي كمبني الشركات اللي هي كاملة النضوج زي شركة اكتيفجن بلزرد شركة بهذا الحجم وإعلان عن رغبة شركة بحجم مايكروسوفت عن استحواذ بمليارات وعشرات المليارات من الدولارات يبين لك عن قوة هذا القطاع أخي ياسر قطاع الجايمينغ قطاع الألعاب الإلكترونية هو أكبر من قطاع الموسيقى والأفلام مندمجين فقطاع ماهو سهل قطاع كبير وقطاع قاعد ينمو وما زال ينمو فهوعد جدا ومستقبله باهر جدا هذا الأمر يقودني أيضا إلى خليشوف واحدة من إعلاناتكم التي أعلنت عنها في تويتر بدايتنا بسندوق تمويل قطاع الألعاب الإلكترونية يخدم أكثر من ثلاثين مجال في الرياضة الإلكترونية وتطوير البنية التحتية تتحدثون عن إغنايت صحيح وإغنايت طبعا هي برنامج المحتوى الرقمي الذي أعلن عنه قبل فترة وجيزة وش بتقدمون؟ طبعا اليوم الاتحاد وبدعم من كل الشركة مجلس المحتوى الرقمي صندوق التنمية صندوق الاستثمارات العامة وزارة الاتصالات في حراك اليوم قاعد يصير على مستوى الجايمينغ هذا الإعلان هو إنشاء صندوق مخصص لتمويل القطاع واحدة من التحديات ومن أهم التحديات اللي واجهها قطاع مطورين الألعاب الإلكترونية أنه ما فيه دعم والسوق ما هو ناضج ومستحيل ريادي أعمال يروح البنك ويحصل دعم لتطوير لعبة معينة ليش؟ فأسسنا هذا الصندوق ليش؟ للصورة الاجتماعية أو النظرة الاجتماعية تجاه هالمسار؟ لا لا الشوق ما هو ناضج فبنظر البنك التقليدي أنه هذا استثمار عالي المخاطر ما حق رضا عشان كذا ما عندنا مطورين؟ يعني سواء على مستوى الألعاب الإلكترونية أو قطاعات كثيرة ثانية مجرد أنه يرتفع الخطر ما فهذه أحد الأسباب أنه ما عندنا مطورين أنه صعوبة التمويل لهذا القطاع فأسسنا هذا الصندوق على أساس يدعم الموهوبين وريادي الأعمال أنهم يبدعون في تأسيس ألعاب الإلكترونية في عندنا مواهب؟ موجود لمستوها على أرض الواقع؟ موجود مواهب وموجود قصص ونقصها بس دراهم؟ نقصها المنظومة كاملة الدراهم الحالها متحل تحتاج تقنين تحتاج مشرع تحتاج جهات تحتاج عاملين تحتاج شركات تحتاج 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 فكل الحراك هذا هو اللي بيولد بيئة ولادة لمبرمجين لموظفين لكودرز لشغلات من هذا القبيل على أساس نحن نقدر نوصل إلى نجاحات على هذا المستوى بتقدمون الدعم مادي ولا بتقدمون برامج؟ طبعا الصندوق ما تأسس إلى الآن ولكن هو ما حيستهدف بس مطورين الألعاب حيستهدف المستثمرين في قطاع الألعاب الإلكترونية فالكل يعني يعني أي شركة أي مستثمر حاب يستثمر في قطاع الألعاب الإلكترونية والصندوق هو أحد جهات التمويل اللي ممكن أنها تمولك